مؤشر آخر على تقدم كلينتون على منافسها ترامب هذه المرة من خلال الانتخابات المبكرة التي أظهرت أفضلية للديمقراطيين بعد تصويت 9 ملايين أمريكي حتى الآن وتتيح 37 ولاية أمريكية من أصل 50 إمكانية التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات من دون شرط وجود سبب عند المقترع التصويت المبكر خيار بتمتاح في معظم أنحاء الولايات المتحدة مع شرط وجود سبب عند المقترع في 20 ولاية وعادة ما تستخدم الانتخابات المبكرة لزيادة أعداد المشاركين في الانتخابات خاصة بين عناصر الجيش والطلاب الموجودين في غير ولاياتهم للدراسة أو لإعطاء فرصة لمن لا يستطيع الوجود يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم كما يتجه معظم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم مبكراً لتفادي الازدحام على مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات يجري العمل بنظام الانتخابات المبكرة منذ 16 عاماً وتزايدت نسبة الإقبال عليها خلال سنوات الانتخابات القليلة الماضية حيث ارتفعت من 16% عام 2000 إلى نحو 36% عام 2012 وطالما اعتبر الديمقراطيون أكثر تنظيماً في اجتذاب المقترعين في الانتخابات المبكرة وهو ما أعطاهم الأفضلية على الجمهوريين عروب تاج الدين العربية ترجمة نانسي قنقر